من بداية الشهر إلى آخر الشهر طبعاً القراءة طاقتها مفتوحة يعني ممكن تنطبق على بعض مدة أكتر من شهر والبعض الآخر شهر لكن إحنا رح نوجه طاقت القراءة لمدة شهر أيضاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبقها للجميع ولكن أنت خذ من القراءة فقط الإشي اللي بيناسبك إشي اللي بيفيدك خذ الإيجابي من القراءة وتركي السلبية يعني مش ضروري تركز على الأمور السلبية بالأول والأخير أنت يعني قادر على تغيير مجرى الأمور هاي فقط قراءة بالطاقة الحالية اللي رح تظهر لكن ممكن الطاقة تتغير يعني القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عد تابع لبرج السرطان ممكن تحس أن بعض الإشي اللي بحكيها طاقتها تنطبق عليك أو تكون مشابهة لطاقتك بدنا بس ناخد كروت للتوضيح بعدين نبلش القراءة بنبلش بقراءة السرطان أو بطاقة برج السرطان الحالية عم شوفك كتير صبور مع الشخص اللي عم تتعاون معه أنت محظوط أنت وهالشخص بوضع صعب أو بوضع يمثل تحدي بالنسبة لإلك وبالنسبة لشخص اللي عم تتعاون معه كرت بيشنس فإنت عم تتحلى بالصبر حاليا أو عم تحاول تكون صبور أكتر للعلاقة والتواصل مع هالشخص عم شوف أيضا عم تحاول تتعاطف مع الوضع أو تتعاطف مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه مع التواصل لأنه عندك The Empress Card وعندك أيضا Page of Cups يعني أم شوف عم تحاول تنظر للأمور بطريقة شوي عاطفية أكتر لأنه بالماضي أنت حتتحكم على العلاقة كنت بطريقة قاسية أو عم تحسب لها الشخص على أصغر الأمور ولا هالعلاقة لأصغر الأمور ولكن أم شوفك عم تتحلى بالصبر بدك تكون صبور لأنه المشكلة أنه أنت كنت عم تحكم على هالشخص أو هالعلاقة أنه عندك هو أنه أنت كنت مشوش عندك فأنت كنت في وضع مشوش فيه عاطفياً عقلياً حتى وبتحس أنه أنت في مطرح أنه بدك تاخد قرار بين شيئين بين شخصين بين بين طريقين أو بين أنك تضل مع هالشخص أو تترك العلاقة مع هالشخص فالبعض منكم هذا هو السبب اللي كان عم يخليك تحكم على الأمور أو تحاول أنه تحل الأمور بطريقة الوضع اللي بينكم بيتطلّى بالصبر عم شوف مشان هيك أنت عم تتحلى بالصبر هون عم تحاول تكون صبور عم تحاول تكون متفهم أكتر لطبيعة العلاقة اللي بينكم أو لظروف الشخص اللي إنت معه الشخص اللي أو طاقة الشخص اللي إنت عم تتعامل معه فينكس رايزينج عم يمر بتغيرات هالشخص هو أيضاً عم يحس أنه في مفترق طريق أو عنده شخصين عم يحاول يختار منهم قرارين عم يحاول يختار منهم ربما الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شخص قديم وشخص جديد ممكن أنت تكون الشخص الجديد وهو لسه عالق بتفكيره بشخص القديم عم شوف أنه أنت عم تحس أنه هو عم يعطي اهتمامه إلى أشخاص أخرى وأنت مش عم تحكي أنت عم تكون كتوم عم تشوف أنه أنه هو عم يعطي اهتمامه إلى أشخاص أخرى ممكن طبيعة ما يساوي ما هي اختياراته يعني دائماً عم تراقب الشخص من بعيد دائماً بتشوف أنه أنت بيجوز بتشك بها الشخص كتير أو مش كتير بتوثق فيه في عندك مخاوث داخلية تجاه نوايا الشخص واختياراته ودائماً بتحس أنه في طرف تالت أنه فيه امرأة أخرى أو أو رجل آخر لأنه بأغلب الكروت أنت دائماً بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا آخر أو بتكشف تواصل مع شخص آخر فأنت دائماً وكأنك بتكبس عليه بالجرم المشهو يعني أمامك بيكون ولكن أغلب الإشي اللي بتحسها عمشوف طاقة الشخص اللي أنت عم بتعامل معه أيضاً لأنه هي طاقته بالأول والأخير فهو أيضاً بيحس بيشك وبيحس أنه أنت معك شخص آخر وهو أيضاً بيحب يترقب من بعيد ولكن عمشوف الشخص اللي أنت عم بتتعامل معه شخص أغلب حكيه صادق ما بيحب الإيل والآل لأنه يعني شخص ضغري بالحكي شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي شخص عملي بحث عن الشفاء الداخلي عمشوف بالماضي بالماضي هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو نخدع فيها ونجرح فيها مشان هيك أيضاً شخص بيشك كتير أو شخص دائماً بيكون مترقب أو متأهد أو دائماً خائف ميشي معين خلينا نشوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان عمشوف أنت عمتحس بإنجاب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عمتتعامل معه وعمشوفك بالمستقبل أيضاً مش رح تحكي يعني رح تخلي أغرب أغلب آراءك أغلب معتقداتك يعني فيه جوة داخل نفسك عمشوفك رح تكون منطوي أكتر على نفسك رح تتأمل في العلاقة من بعيد رح تحاول تفهم العلاقة من بعيد توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي عمشوفك أفضل من الوقت الحالي بالمستقبل لأنه عمشوفك منطوي على نفسك ممكن أنت جرحت من هالشخص أو جرحك الوضع أنه هو معه أشخاص أخرى أو ممكن عمتحس أنه فيه أشخاص أخرى بالصورة فهالإشي خلاك تنطوي على حالك من جوة ولكن عمشوف في مستقبل أنت بدك بدايات جديدة أنه عمشوف عندك أيضا فأنت بتطمح إلى بدايات جديدة مع هالشخص منيتك أنت بدك تكون مع هالشخص وبدك على الأقل الأمور تتصلح بينك وهالشخص وتكون في بينكم بداية جديدة بقى هامت كارد هالكرت طلع عندك مرتين هالكرت نفس هالكرت فعمشوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك أيضا برج السرطان طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم المون كارد بتحكي عن الأسرار أو عن الأشياء المخباية عن الأشياء اللي ما بتحكي عن الوجه المظلم للأمور أو الوجه الآخر للأمور عمشوفكم معدب كتير بأبكارك الداخلية فعمتفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبين هالشخص أو بها الشخص عمتفكر كتير وأغلب الأفكار أفكار سلبية للأسف مخاوف داخلية ومش عمتحكي فيها يعني عنده مون كارد أغلب الأشياء اللي عمتحسها عمتخليها لحالك وأنا عمشوف أنه هالشخص عنده آسف سورتز يعني هالشخص بالتواصل معك أو بالحكي معك شخص كتير منفتح يعني شخص اللي بيحس فيه بيحكي له إليك على طول ولكن أنت كتير كتوم شخص كتير كتوم فممكن تكون أنت عم تحكم على هالشخص لأنه أنا عمشوف أنه هو صادق معك بالحكي أو إذا سألته عن إشي عمشوف أنه هو عنده يعني ما بيحب ما بيحب الإيل والآل يعني بيعطيكي الجواب من الآخر فما عمشوف أنه الشخص بيكذب عليك ولكن أنت طاقتك كتير غامضة يا برج السرطان يعني كتير كتوم تطلق أحكام على هالشخص أو بتتخيل سيناريوهات أو إشي فيه يعني في رأسك عم تتخيل إشي مش عم بتتصير ومش عم تحكي فيها لها الشخص خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل هالشخص بخطواته المستقبلية عم يحس أنه هو هو اللي عم يحط مشهود أكتر بالعلاقة عم شوف أنه هو بيحس أنه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك دائما هو اللي حركته ومستمر تجاهك دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره ومدى عواطفه تجاهك على عكسك أنت أنت كتير غامض وكتير كتوم حتى إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص ما عم شوفك مش عم تبين لها الشخص نهائيا وهو أيضاً تتبع برجك أنت السرطان فعالشخص عم يفكر فيك كتير يعني حطه بخطوته القادمة أو بخطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير أيضاً تحكي عن بدايات ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة ما عم يستثمر فيها أو يحط مجهود فيها ممكن إذا أنت وهالشخص فعيدين عن بعض ممكن هالشخص يبدل مجهود في أنه يلتقي فيك مجهود مادي من النوع لحتى يوصل إليك أو يتقرب منك ممكن يكون فيه السفر لحتى يشوفك أيضاً لأنه هيدا عندك أنت يعني أنت الاستثمار اللي عندك أو أنت الإشي اللي عم تفكر فيه عاطفي أكتر هو الإشي اللي عم يفكر فيه أو الخطوة اللي رح يقوم فيها مادية أكتر رح يكون فيها نوع من المادة أكتر أيضاً عم شوف فيه كتير تجاه هالشخص يعني من ناحيتك ويل أو فورتشن بيعتبرك سول ميت أنا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك الأوراق في المستقبلية لهالشخص تجاهك كتير إيجابية فهو بيشوفك سول ميت ممكن البعض منكم أيضاً يكون فيه ارتباط إذا أنتو أصدقاء رح يصير جدية في العلاقة ارتباط بالعلاقة إذا أنتو فيه علاقة يعني رح يصير فيه تطور كنتو بزواج لأنه استثمار مادي عندك هون فيه تقدم فيه حركة منتجاه هالشخص هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص أيضاً كارما هالشخص بده يكون عم شوف أغلب الأوراق إيجابية معك بده يكون منصف معك لأنه هالشخص بيآمن كتير بالكارما أو بيآمن كتير بفكرة إنه الإشي اللي بتحطه بيرجع لإلك فهو عم شوف إنه عم يحاول لقدر المستطاع إنه ينصف الوضع اللي بينكم أو ينصف العلاقة اللي بينكم أو يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك لأنه هو بده بده هالإشيه هو بصراحة مش عجبه إنه أنت شخص كتير كتوم هون بمون لأنه هو بيشوف إنه كتير منفتح تجاهك يعني بيحكي لك السألته بيحكي لك على طول شو هو بيعطيك زبدة الأمور يعني بس إنته كتير غامض كتير كتوم بالنسبة لتعقدكم المشتركة تيك يو ماسك أو يو ماسك فإنتو اللي تنام بتوقع بالغالبية برج السرطان بحكم الأوراق اللي طلعت عندك إنت لابس قناع أو حتى إنتو اللي تنامي لابسين قناع مش عم تبينوا مشاعركم الحفيفية تجاه بعض إنت عم تبث صورة معينة وهالشخص أيضا عم يبث صورة معينة في عندكم صراع على السلطة في أيضا اشتياق كتير للأشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض في عندكم عم تحس بيشتياق بتاقيكم المستقبل بترح تشتاءوا لبعض مشتائين لبعض اللي مش عم يحكي مع بعض عندك عروض حب أيضا في المستقبل مع هالشخص عم شوف أنه في حدا رح في عندك عرض حب من هالشخص عم شوف هو اللي رح يقوم بخطوة جاهك أنت بخطواتك المستقبلية ما عم شوف أنه أنت طريقك يعني اللي رح تاخده رح يكون طريقك لحالك بس هو عم شوف عم يفكر بالتزام عم يفكر بارتباط تجاهك فهالشخص عم شوفه هو اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك تشادو سايد طريقة العلاقة بينكم عم تظهر عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص عم تخليك تواجه تشادو سايد تبعك أيضا لهالشخص يعني العلاقة بينكم ممكن أيضا تقول تون فليمز أو توقم شعلة احنا منحكانها ممكن تقول توقم شعلة بمعنى أنه أنتو كانكم مرايات لبعض أنت اللي بتحس فيه هالشخص على طول بيحس فيه فأنتو طاقتكم مرايات لبعض فارلر مواجهة لبعض ففيه عندكم طبيعة العلاقة هاي عم تطلع فيك دشادو سايد عم تطلع فيه أيضا دشادو سايد عم تجبرك تواصل بينكم بين هالشخص عم يجبرك أنه تتعامل مع مخاوفك الداخلية تجبركم أنه تتعاملوا مع مخاوفكم الداخلية ومخاوف أنه فيه الطرف منكم عم يحاول يوفق بين شغلتين بين عمل وبين هالعلاقة عم يحاول أنه يوفق بين شيئين وفيه طرف آخر عم يحاول أنه يتخذ قرار فيه شخص متردد أنا بتوقع أنه أنت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة أو بخصوص هالشخص يعني أنت اللي متناقض وصعب عليك أنه تأخذ قرار هل هل الخطوة المستقبلية بينكم طبيعة العلاقة اللي بينكم رح تجبرك أنك تتعامل مع أمور أنت كنت عم تحاول تتهرب منها أو عم تحاول أنه ما تواجهها إشي صعبة فيك لأنه أنتو التواصل اللي بينكم التواصل توأم شغل بيكون تواصل صعب عادة أيضاً ممكن يكون فيه بينكم فرق بالسن يعني فمشان هيك بيكون بعض الأمور صعب عليكم أنتو بتطلعوا من بعض لأنكم بتعاكسوا بعض يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة هذا هو طبيعة التواصل مع توقع مشغلة بيكون مؤلم بيكون صعب أنك تطلع طلع اللي جواك يعني صير في تطهير للعلاقة صير في تطهير حتى لروحك بطريقة مؤلمة بطريقة مؤلمة فأنا بتوقع أنه إذا فيه لبعض مواليد برج السرطان بالمستقبل إذا فيه إشيه أنت عم تكتم فيها مش عم تحكي فيها عم تخبيها شخص كتير كتهم برج السرطان هون رح تجبرك هالعلاقة أو هالتواصل رح يجبرك أنه أنت تتعامل تتصرف مع الأمور اللي عم تتجنب أنك تواجهها ولكن عم شوف حبيبك أو الشريك عم يفكر أنه عم يفكر أنه يقوم بخطوة جدية تجاهك لأنه عم شوف أنه أغلب أوراقه أوراق التزام وارتباط حبيب برجل